السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال لي الكتاب الساكن ده هو بيفضل ساكن زي ما هو أو يظل ساكن كما هو ما لم تؤثر علي القوة تؤثره يعني أنا ببساطة لو ما أثرتش عليه بقوة هيفضل ساكن كما هو في حين إن أنا عندي لو قمت بدفع الحائط بيدي لو حدك قمت دلوقتي ده هدفع الحائط بإيدك عشان تحركه هيظل الحائط ساكن كما هو رغم إنه موجود فيه قوة مؤسرة عليه فبالسبب قال لسبب إن الجسم الساكن لا يتغير موضعه إذا كانت القوة المؤسرة عليه غير كافية يبقى دلوقتي الجسم الساكن بيظل ساكن في حالتين قال لي إذا كانت القوة المؤسرة عليه غير كافية لتحريكه أو إذا لم تتغفر قوة مؤسرة عليه في حين إن القرى الساكنة بيبدأ تتحرك عند دفعها بالقدم قال لي السبب إيه؟ قال لي بسبب وجود قوة مؤسرة عليه يعني دلوقتي داعب القرى لما بيبدأ يدفع القرى بقدمه اللي بيحسن أن القرى بتبدأ تتحرك في اتجاه تسري القوة قال لي ليه؟ قال لي بسبب إن في قوة مؤسرة على القرى وبالتالي تبدأ تتحرك في اتجاه تأثير هذه القوة يبقى القوة هي ايه سنقونا اللي القوة هي مؤثر خارجي بيغير او يحاول من تغيير حالة الجسم من السكون الى الحركة او من الحركة الى السكون او يحاول تغيير اتجاه حركته يعني عندي الجسم لو سيكن ممكن احركه وممكن الجسم دوت لو متحرك اوقفه بتأثير قوة خارجية وممكن اصلا الجسم دوت يكون بتحرك وابدأ انا اغير باتجاه حركته بتأثير قوة عليه طيب القوة دي بتتأس بإيه سانأولى اللي بدقاص القوة بواحدة تسمى النيوتن طيب لو أنا جت سألت مسلا السؤال وجت قلت لك النتائج المترتبة على التأثير بقوة مناسبة على جسم ساكن اللي إجابة بساطة ستغير موضعه إلى موضع آخر في نفس اتجاه تأثير القوة طيب لو أنا أسرت بقوة على جسم المتحرك ولكن في اتجاه حركته يعني في نفس الاتجاه الخاص بحركته اللي هتزداد سرعة الجسم المتحرك بسبب تأثير القوة الخارجية القوة الأساسية في الطبيعية سنقول لها أنواعها كتير في قوة مسببة للظاهر الطبيعية مثل قوة جذب المغلطس للحديد وعندها كمان القوة المسببة للبرق والرعد وجذب الأرض للأجسام وكذلك القوة المسببة لحركة الرياح كمان أنا عندي القوة المسببة للتطبيقات التكنولوجية مثل تويض الطيار القهربي والمفاعات النهوية والقنابل الزرية والأسلحة الحربية كل دي قوة في الطبيعة يعني إما قوة مسببة للظهر الطبيعية أو مسببة تطبيقات التكنولوجية ولكن العلماء بدأوا عندي صنفوا القوى الأساسية في الطبيعة إلى ثلاث أنواع فقط وهم إيه؟ القوى الجاذبية والقوى القهروماناتسية والقوى النووية وعندي هنا القوى النووية في منها نعين قوى النووية قوية وقوى النووية ضعيفة هبدأ أنا أتكلم النهاردة عن قوى الجاذبية الأرضية إحنا عرفيني سنقولا أن الصدفة لعبة دور كبير أوي مع العالم نيوتن عشان يفصل لي الجاذبية إزاي قال لي عندما سقطت التفاحة الموجودة على الشجرة على رأسه نحو أو يعني نحو سطح الأرض قدر يفصل من خلال هذه الصدفة أو الملاحظة اللي بدأ يلاحظها دوت أن الأرض بتجذب الأجسام نحوها بقوة تعرف باسم قوة الجاذبية الأرضية وبتختلف هذه القوة باختلاف قتل الأجسام يعني إيه؟ قال لي أنا عندي مثلا أنه وانا بدأت أجيب بقتل مختلفة يعني مثلا كتلة كتاب مرة تاني جبت كتابين مثلا عشر كتب وبدأت أرفع كل واحد على حدة يعني بدأت مدفع أرفع المجموعة الأولى هي تلقوا من كتاب واحد من سطح الأرض عشان ما تضعه على المكتب هلاحظ أن الشغل المبزول أو القوة اللي أنا ببدأ أبزلها عليه بتبقى بسيطة على عكس لما يجي أرفع الكتابين اللي عندي إلا هيحصل هلاحظ أن الشغل المبزول علشان أرفع الكتابين دول على التربيز عندي بيزداد عن الحالة الأولى في حين لما يجي أرفع الخمس كتب هلاقي أن برضو أن الشغل اللي أنا ببدأت أبزله أكبر من الحالتين الأولى والتانية طيب ده سببه إيه؟ قال لي سببه أولا أن القتلة الخاصة بالحالة التانية والحالة التالتة بدأت تزداد عن الحالة الأولى يعني معنى كده إيه؟ قال لي أن كلما زادت القتلة الخاصة بالغسم بيزداد الشغل المبزول عليها لكي أرفعه ليه؟ قال لي لان ان انا ببدأ انا ارفع الاجسام ديت في عكس اتجاه الجاذبية الارضية يعني معنى كده ان في قوة بتبدأ تأثر علي او على الكتب ديت وانا برفع الكتب فلازم الشغل بتاعي يزيد عشان اقدر ارفع هذه الكتب هي القوة دي قال لي قوة الجاذبية الارضية ودي اطلع من هات تعريف الوزن قال لك ومجدار قوة جذبك بالارض للجسم ويقاس بوحدة النيوتن وبنلاحز ان يوجد لكل جسم مركز سكل هذا المركز السكل دي عبارة عن نقطة تأثير وزن الجسم وموجودة عند مركز عند مركز هذا الجسم ولذلك تجذب الارض الاجسام نحو مركزها او مركز او نحو مركز سكلها لو جيت سألتك دلوقتي وقلت ما معنى قولنا ان وزن جسم الماء بيساوي عشرين نيوتن بجاب ببساطة بقول اي ان مجدار قوة جذب الارض لهذا الجسم بتساوي عشرين نيوتن ومن هنا سنقول اقدر ابدأ احقق قانون او اجيب قانون احسب بالوزن الوزن عندي عبارة عن ايه سنقول لا قلي عبارة عن الكتلة وبيتم تقدرها بالكيلو جرام مضروبة في عاجلة الجاذبية الارضية يعني معنى كده ان العامل اللي بتأثر على الوزن عندي هي كتلة الجسم وعاجلة الجاذبية الارضية والعملين دول بيتناسبوا تناسبا طرديا مع الوزن يعني ايه قال لي انا كلما زالت كتلة الجسم اللي عندي بتزداد قيمة الوزن ولو قللت الكتلة هيقلي الوزن نفس الكلام مع عاجلة الجاذبية يعني ايه قال لكم لما زالت عاجلة الجاذبية الارضية هيزاد قيمة وزن الجسم ولو قللت قيمة عاجلة الجاذبية الارضية هيقلي قيمة وزن الجسم وعندي هنا مسلس خاص بالوزن الكتلة عاجلة الجاذبية اقدر منه احسب الوزن واحسب منه الكتلة واحسب منه عاجلة الجاذبية الارضية لو طلبوا اي حاجة فيها في المسائل طيب ازاي احسب الوزن قال للوزن عبارة عن قطلة الكتلة في عاجة الجاذبية الكاف دي هي اختصار للكتلة والجيم عاجة الجاذبية الأرضية طيب لو طلب منك في المسألة ان انا احسب الكتلة احسبها ازاي اللي احسبها من خلال القانون بيقول للوزن على عاجة الجاذبية طيب لو في طلب مني في مسألة تانية عاوز قيمة عاجة الجاذبية الأرضية قال اللي ببساطة هيبقى عبارة على الوزن على الكتلة عندي المثال أولاني مطلوب احسب وزن الجسم الذي قدرته 10 كيلو جرام علما بأن عاجة الجذبية الأرضية بتساوي 9.8 متر عالثانية تربية هعمل إيه سنة أولى قال لي أول حاجة إذا ما أعملها أكتب القانون وطالب من الوزن يبقى الوزن عبارة عن كتلة في عاجة الجذبية الأرضية الكتلة عندي بالكيلو جرام يبقى هقول خلاص تمام كده هبدأ أحط أول 10 في 9.8 وهيساوي 98 نيوتن ومنساش أكتب الوحدة الخاصة بالجزء المطلوب طيب مسألة تانية يقول لها احسب كتلة جسم وزنه 245 نيوتن وعاجة الجذبية الأرضية 9.8 من 10 هدا طالب الكتلة تمام يبقى الكتلة احنا عرفنا القانون اللي بحسبها بيه الكتلة عبارة عن إيه اللي عبارة عن الوزن على عاجة الجذبية الأرضية هبدأ أعود في القانون اللي عندي الوزن عندي 245 وعاجة الجذبية الأرضية برضو 9.8 من 10 يبقى هيساوي 25 كيلو جرام هنلاحظ هنا يسا نقول لها في عدة أسئلة مهمة مرتبطها بالجزئية دي تقالى وهي اين أول سؤال بيقول لي أن عندي لماذا قتلة الجسم الواحد لها تغير من مكان لآخر يعني دوقتي لو جبتي كتاب وعانت وكتلته هنا عندي في المكان وطلع بليكن واحد كيلو جرام ونقلت ونزلت مسلا في أي مكان أو طلعت مسلا على السطوح وبدأت عين قتلة نفس الكتاب هنلاحظ أن الكتلة ستاء السبب قال لي لأن الكتلة دي عبارة عن إيه قال لي عبارة عن مجدار ما يحتويه الجسم من المادة وهذا المجدار لا يتغير بتغيير المكان يعني مش هقدر أغير محتويات الكتاب أو محتويات الجسم أنا بعين قتلته من مكان لآخر في حين أن الوزن بيتغير بتغير المكان ليه بقى السبب قال لي السبب هو تغير قيمة عاجة الجسم الأرضية من مكان لآخر رغم سبوت كتلة هذا الجسم يبقى أنا عندي الوزن بتغير بتغير المكان بسبب تغيير قيمة عاجة الجذبية في حين لما نجي نحسب بقيمة الوزن وقيمة الكتلة منين قررانهم وبعض منلاحظ أن دايما قيمة وزن الجسم أكبر من قيمة كتلته طيب إيه السبب؟ قال لي لأن ببساطة الوزن عبارة عن حاصل ضرب الكتلة في عاجة الجذبية وطبيعي جدا أن الوزن دايما قيمته هتبقى أكبر من قيمة الكتلة طيب أنا عندي هنا في عوامل بتؤثر أو في عوامل بتسبب في اختلاف قيمة عاجة الجذبية الأرضية هي عاجة الجذبية الأرضية بتختلف لي من مكان لآخر قال لي والله هو فيه سبابين أول سبب الاقتراب أو الابتعاد عن مركز الأرض يترى يعني أنا قريبة من مركز الأرض ولا بعيدة عن مركز الأرض هو بيأثر؟ قال لي أطبعا بيأثر فأنا عندي لو عاجة الجذبية الأرضية بتقلي إمتى؟ قال لي بتقلي لو أنا ابتعدت عن مركز الأرض طيب وانا هابتعد عن مركز الأرض إزاي؟ قال لي أن أرتفع بارتفاع معانا عن سطح الأرض يبقى أنا لو ارتفعت بعيدا عن سطح الأرض هللاحظ هنا أن أنا بابعد عن الجاذبية فالوزن هيقل في حين لما أنا أبدأ أقترب من مركز الأرض هللاحظ أن عاجلة الجاذبية الأرضية ستزداد وبالتالي يزداد الوزن طيب تاني سبب من أسباب اختلافكم تعاجلة الجاذبية الأرضية قال لي هو الاختلاف من مكان لآخر قال لي يعني إيه قال لي الوقت عندي إذا ما إحنا عارفين أن الأرض يعني هي غير كمات الاستدارة يعني إيه برضو قال لي أنا عندي الأرض إذا ما إحنا عارفين فالبعد بين سطح الأرض أو مركز الأرض والقطبين بيختلف عن البعد من مركز الأرض وخط الاستواء طيب أي أنهي أكبر يسنة أولى قال لي البعد بين مركز الأرض والقطبين القطب الشمالة والقطبين الجنوبي البعد بينهم بيكون أقل بين من البعد من مركز الأرض والخط الاستواء يعني البعد من القطبين ومركز الأرض أقل من البعد من مركز الأرض وخط الاستواء طيب ده معنى إيه؟ قال لي ده معنى أن عاجة الجذبية الأرضية عند القطبين بيكون أكبر من عاجة الجذبية الأرضية عند خط الاستواء طيب بما أن بقى أن أنا عندي عاجة الجذبية الأرضية من أحد العوام المؤثرة على الوزن فهيبقى وزن الجسم عند القطبين أكبر من قيمة وزنه عند خط الاستواء وزنه بسبب اختلاف قيمة عاجة الجذبية الأرضية تاني نوع عندي سنقولها من القوى الأساسية المفي الطبيعة هي القوى الكهرومغناطيسية القوى الكهرومغناطيسية سنقولها عندي من اسمها بتتكون من القوى الكهربية والقوى المغناطيسية ومن الاسم دوت أقدر أعرف أن الطيار الكهرابي له تأثير مغناطيسي إزاي؟ قال لي سنقوم ببساطة بإجراءة تجربة أن أنا هأحضر استوانة من البلاستيك مجوافة وهتم وضع بداخلها مصبر من الحياة المطاوعة وهبدأ ألف الأسطوانة عندي بسلك من النحاس المعزول وهبدأ أوصل طرفي السلك ببطرية وهبدأ أقرب عندي الطرفي المصمار ببرادة حديد هلاحظ أن البرادة انجزبت للمصمار رغم أنه هو قطعة حديد طب إيه السبب؟ قال لي عشان أعرف السبب هابدأ أفصل الطيار الكهرابي عن المصمار أشوف هالبرادة تفضل منجزبة ولا لأ عند فصل الطيار الكهرابي عن قطبي المصمار عندي هلاحظ أن المصمار هتقع من عليه البرادة طب إيه بقى السبب أو إيه التفسير في كده؟ قال لي تفسير في كده أن عند مرور الطيار الكهرابي في الملف أو في السلك النحاس الملفوف حوالين الأسطوانة الموجود بداخلها القلب الحديد المطاوع دوت بيصبح قلب الملف دوت بنوع من المغناطيس المؤكد وهذا المغناطيس بيبدأ يفقد مغناطيسياته عند فصل الطيار الكهرابي عنه يعني معنى كده أن الطيار الكهرابي هو السبب في جعل القطعة الحديد اللي هو عبارة عن حديد مطاوع مصمار المصمار دوت جعله عبارة عن مغناطيس مؤكد تيب إيه هو المغناطيس الكهرابي؟ قال لي هي أداة تحول الطاقة الكهرابية إلى طاقة مغناطيسية وبتركب من ملف من سلك نحاس معزول مجوحية بقضيب من الحديد المطاوع وفكرة عمله معتمدة على عند مرور الطيار الكهرابي في الملف بتحول قلب الحديد المطاوع إلى مغناطيس مؤكد وعند قطع هذا الطيار الكهرابي عنه بينفقد مغناطيسياته وبتحول إلى قطعة حديد كما كان المغناطيس الكهرابي ليس قدمت كتير أوي سنقوله في حياتنا العملية اللي بيدخل المغناطيس الكهرابي دوت في الجرس الكهرابي وبيدخل أيضا في الأوناش الكهرابي المستخدمة في رفع القطع الحديد الخرد لأنها تبقى تقيلة ورفع السيارات من الموانئ تاني تطبيق عندي من التطبيقات التكنولوجية للقوال الكهرومغناطيسية المولد الكهرابي وهو الاسم الآخر له الدينامو إيه هو الدينامو يسنوله؟ قال لي الدينامو هو جهاز بيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية قال لي زي دينامو الدراجة دينامو الدراجة عندي بيقوم بتحويل الطاقة ميكانيكية الحركية إلى طاقة كهربية وده بيجعل الفوانيش الخاصة بالدراجة أنها بتضيق في حين المحرك الكهرابي أو الموتور هو الجهاز اللي بيقوم بتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ميكانيكية ودوت اللي موجود في عدد من الأجهزة مثل الخلاط والمروحة دالت نوع عندي من القوية سنة أولى هي القوى النووية احنا عرفين سنة أولى طبعا أن الزرة عبارة عن إيه اللي عبارة قنا بقولنا أن تتركبها عبارة عن نواة وإلكتورات بتدور حولها اكتشف العلماء أن الزرة بتختزن قدرة هائل من الطاقة موجودة في النواة النواة هذه الزرة هائلة اللي محتوية عليها النواة بداخلها بيصحبها قوة هذه القوة تعرف بالقوة الاية سنة أولى التي بتعرف بالقوة النووية وتم تقسمها إلى نوعين قوة نووية قوية وقوة نووية ضعيفة القوة النووية القوية سنة أولى هي المسؤولة عن ربط مكونات النواة ببعضها رغم وجود من قوة تنافر بين البروتونات وبعضها طبعا احنا عارفين البروتونات من مجابة الشحنة فطبعا البروتونات دي ادام احنا نفس الشحنة فبيحدث بنا تنافر ورغم من كده ان النواية محتفزة بنفس محتوياتها مفيش اي تنافر مفيش اي تشطط في تركيبها السبب ايه قالك وجود قناوية قوية بتربط مقوناتها ببعضها طيب ده تستخدمها في ايه قال لي لها استخدامين في استخدامات سلمية زي انتاجة الطاقة الكهربية ولكن فيه هناك استخدامات اخرى عسكرية كانتاج القنابل الزرية في حين ان القوى النووية الضعيفة قال لك يا القوى المسؤولة اه عن نوعا من تفتت وتحل المكونات انوية الزرات العناصر الغير مستقرة احنا بنسميها العناصر المشعة وبتستخدم هزي القوى النووية الضعيفة في في الحصول على بعض العناصر المشعة للمستضمان في عديد من المجالات زي مجاله الطب والصناعة والبحث العلمي وبكده يا سنقول نكون انتهينا من درس النهاردة القوى الاساسية للطبيعة وانشاء الله نحل الاسئلة مع بعض